أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات الوفيقة التي تربط مصر بالكويت وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد وحرص مصر على تطوير التعاون الوفيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعضة سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية بالإضافة إلى التنصيق الحثيث مع الكويت تجاه تطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان بالكويت وذلك بحضور وفدي البلدين من جانبه أكد ولي العهد الكويتي على التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين فضلا عن الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين ومن ثم حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات والتشاور والتنصيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ومثمنا في هذا الإطار دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربية إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك اشتركوا في القناة